أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان 72 ساعة بالكتير وتبدأ فعاليات معرض فود أفريكا هذا المعرض العملاق المتخصص في قطاع الصناعات الغذائية معرض بيشارك فيه حوالي 900 عارض من 32 دولة وحوالي 13 جناح دولي أكبرها هو الجناح الروسي اللي بيشارك بـ 25 شركة عملاقة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال الحاصلات الزراعية الروسية وأيضا الصناعات الغذائية ومترتب ليهم أكتر من 100 اجتماع مع الشركات المصرية كمان تم دعوة حوالي 500 مشتري دولي من مختلف دول العالم من خلال جهاز التمثيل التجاري المصري هؤلاء المشترين تم اختيارهم بأناية الناس دي مش جاية عشان تتفسح في مصر وترجع بلدها لا دي جاية تتعاقد على صفقات خلال العام 2024 إحنا النهاردة صادرتنا على سبيل المثال للأسواق الروسية في الحاصلات الزراعية وأيضا في الصناعات الغذائية حوالي 455 مليون دولار وأنا شايف أن هذا الحجم من الصادرات للسوق الروسي ضعيف جدا السوق الروسي أقل حاجة نتكلم في 2 ولا 3 مليار دولار معرض فود أفريكا في دورته التمنى اللي هتقام في الفترة من 12 ل 14 ديسمبر يعني يوم الثلاث اللي جاي بتقام تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والمجالس التصديرية الخاصة بالحاصلات الزراعية وأيضا الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة الدكتور الرائع طارق الهوبي وجهاز التمثيل التجاري المصري برئاسة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله الكل يعمل من أجل صادرات مصر في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وأيضا مواد التغليف والتعبئة خلي بال حضراتكم معرض فود أفريكا اللي هيبدأ زي ما قلنا من 12 ل 14 ديسمبر بيقام وينظم بالتزامن والشراكة مع معارض باك بروسس الخاصة بالتعبئة والتغليف وأيضا فريش أفريكا الخاص بالحاصلات الزراعية عندنا 60 شركة مصرية زراعية متخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية بتشارك في معرض فريش أفريكا هذا المعرض هو الأول من نوعه الخاص بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية 60 شركة ولكننا في ألمانيا أو فرنسا بنشارك في معارض أملاقة للحاصلات الزراعية العالم كله هيجي مصر هنا عشان يشوف صناعات غذائية مطبقة لكل الاشتراطات والمعايير العالمية وحاصلات زراعية احنا متفوقين فيها وبنتصدر في العديد من المحاصيل المركز الأول كمان ما ننساش أنه عندنا معرض تمور أفريكا وده خاص بالتمور المصرية وصادرتها احنا النهاردة دولة كبيرة جدا في صناعة التمور مش أقول زراعة التمور احنا بننتج حوالي مليون و800 ألف طن من التمور وأنا الأوان أن يعي العالم أن هناك دولة كبرى وقادرة على تصدير كميات هائلة من التمور لكل الأسواق اللي بتحتاجها كمان لازم أكد أن المشاركات الدولية في معرض فود أفريكا مشرفة بالفعل احنا بنتكلم في معرض مصري بتشارك فيه أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وباكستان والجزائر والسعودية العالم كله هيما موجود على أرض مصر في الفترة من 12 ل 14 ديسمبر في معرض فود أفريكا للصناعات الغذائية خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا أيه النهاردة في برنامج الجدعي دلوقتي ما حضرتكم هنتوجه إلى مزارع السيد ممدوح غطاطي مساحتها 1200 فدان في منطقة قفر داود بالمنوفية وهي أشهر مزارع المنجة والإشطة والعنب والبلح البرحي هو بدأ استخدام مركب هانز سويل المصري لتقليل تكلفة العمليات الزرعية وترشيد استخدام المياه وتقليل تكلفة التسميد بنسبة 25% ورفع كفاءة الأشجار هذا التقرير هام جدا لأن عمر الأشجار في مزارع السيد ممدوح غطاطي يتراوح ما بين 4 و 5 و 6 سنين فكيف يمكن استخدام مركب هانز سويل المصري خليكم معنا دلوقتي حضرتكم في مزارع المهندس ممدوح غطاطي على طريق مدينة السادات المنوفية وتحديداً في قفر داود واللي مسحتها حوالي 1200 فدان مزرعة تفرح وكلها أشجار منجة وعنب ونخيل برحي وفراولة أما أشجار فكهة الأشطة فهي أساساً متسجلة باسمه أشطة غطاطي وطبعاً الإنتاج للتصدير والسوق المحلي وعشان يرفع المهندس ممدوح غطاطي من كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف في مزارعه قرر استخدام مركب هانز سويل الفريد من نوعه لأنه بيوفر 50% من مقاننات مياه الري لأي محصول زراعي و25% على الأقل من تكلفة التسميد لقدرته الفريدة على الاحتفاظ بالمياه والمركبات السمادية في الطربة للنبات وساعة التشبعية اللي بتوصل ل300% وكل ده مثبت في أبحاث علمية عالمية ومحلية وبالمناسبة مبتكر مركب هانز سويل هو مهندس الميكانيكا المصري موفدي مورجان اللي هاجر للولايات المتحدة الأمريكية من حوالي 35 سنة وحصل لمركب هانز سويل وخط إنتاجه اللي صنعه بنفسه على تمام براءات اختراعه وبيصنع المركب في مصانعه بمصر في مدينة السادات وفي ولاية ميرلاند الأمريكية وكمان في مدينة أسينة باليونان والعالم كله شهد بكفاته لأنه عبارة عن مادة عضوية مزهلة لما بتختلط برمال الأراضي الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعي أو مسطحات اللاندسكيب ونباتات الزينة حضرنا تجهيز أراضي المنجة اللي عمر أشجرها النهاردة أربع وخمس سنين في مزرعة المهندس ممدوغ أطاطي تعالوا في البداية نابل المهندس موفدي مورجان رئيس شركة هانز سويل عشان نفهم إزاي المركب بيحتفظ بالمياه وبيوفر لينا خمسين في المية من المقننات المائية اللي بيحتاجها النبات وركب مصري بنسبة مئة في المئة يوفر خمسين في المية من المياه وحوالي خمسة وعشين في المية من التسميد لأنه يحتوي على مواد أضوية دي المعلومة اللي هذه الناس كلها تعرفها عشان إحنا محتاجين جداً الهانز سويل ولكن ما هو الهانز سويل؟ اشرح لنا الهانز سويل بيتكون أو بيتصنع من مخلفات نباتية ووراقية مئة في المية بزيدخل على طواحيم بتنزل بودرة نعمة بنتعجن بتعمل عجين وبعدين بنطلع منها حبيبات بنضخ فيها هوا بتقل الكسافة الظهرية للمادة اللي احتفظها على فراغات هوا أما بتنزل الطربة الفراغات الهوا بتحتفظ بالمية وبالتالي بتبقى متاحة المية متاحة شو برنامج حطنا؟ يعني النهاردة بيحطوا الهانز سويلة مفوض في برنامج نحطه بالتسميد وفرأي بالزبط يا فن حكاية توفير الأسمدة المنتج ده مسجل في وزارة الزراعة هنا في مص كان مخصب عضوي بس في نقطة السمات زائف في المية لو أنا بوفر المية إنها مضعش في التربة يبقى ووفر في السمات يعني مش معلومة صعبة إنها تتفاهم فالتوفير في الأسمدة بيتم من خلال ما فيش فاكة في التسميد ما فيش فاكة في التسميد فالأرقام التحفظية أو لأنا بنحط أرقام متحفظة عليها جداً 25% يعني لو كان بيحط شكرتين مثلاً أسمداً أزوتية فالتوفير في الأسمدة بيتم من خلال ما فيش فاكة في التسميد ما فيش فاكة في التسميد مركب الهانس سويل حضرتك بتصنعه في مصر في السادات وبتصنعه في الونان وبتصنعه في أمريكا ومع براية اختراع أمريكية حوالي 8 براءات ممكن نفهم ليه تمن براءات؟ بس إحنا مش بننتج منتج بس جديد وليه براية اختراع لا إحنا طريقة التصنيع كمان ليها براية اختراع المعدات ليها براية اختراع زائد إن هم مش جاهزين يعني حركة واخت براعة على الخط نفسه اللي منتجها؟ نصممه وأنا اللي مصنعه إنما هي عدد براية اختراع مش لأنه كلها على نفس المنتج لا لأنه كمان في براية اختراع في دول تانية المركب النهاردة بتتزارع بيه أراضي في عين هدول إحنا بنصدر الكويت نصدر اليونان أوبروس لفترات طويلة كنا بنصدر ليبيا والسودان بس لظروف معينة ما بنصدرش لوقت ليبيا والسودان بنصدر أسبانيا لأراء وعمان حراك سفرت ليه؟ إحنا لسه راجع من أسبوع يا دوبك إحنا علشان هنصنع في دولة ما بدون ذكر أسامي دلوقتي إنما إحنا عندنا إما كنا في إما كنا في سلطنة عمان ده كان مرحلة بحسية يعني إحنا ما زال في مرحلة البحثة عمان دولة بتواجه فقر مائي شديد فبالتالي هم تتواصلوا معنا هم دلوقتي ما عندهمش ارهم واحد بس مش مهم الانتاجية يقديه المهم موافره يقديه شايفين خط الإنتاج الضخم اللي قدام حضراتكم ده اللي بينتج المادة العضوية هانس سويل فيه طواحين ضخمة ومجففات وكمان سيلندرات وتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وبالمناسبة المهندس موفدي مورجان اتخرج في كلية الهندسة بجامعة المينيا سنة 1984 وبدأ حياته العملية كمهندس في الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وفي سنة 1988 كان في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وتقدم للعمل في ثلاث شركات كبرى وفوجئ بقبولوا فيها كلها واعترفهم ان النظام التعليمي بكليات الهندسة في مصر اقصر كفاءة من النظام التعليمي بكليات الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا قرر الهجرة لأمريكا للعمل والإقامة والنهاردة عنده شركة أعمال ميكانيكية ومصانع لإنتاج هانس سويل في أمريكا ومصر واليونان بيجينا في مصر هنا ناس كتير جدا يقولك أنا اخترعت الجل اللي مش عارف إيه اللي بيقدر يمسك الماء في التربة ومنعرفش إيه برقاطه ولا إيه اللي معاه ولا أي حاجة ولا عنده مصنع هنا في مصر هو بيستورد هزيل المادة من الخارج تمام؟ إيه الفرق ما بين الهانس سويل وما بين المركبات اللي بتحتوي على جل بيمسك الماء كلمة جل كلمة يعني التصنيف العام اسم بوليمر المادة بتحتفظ بماء ساعة شبعية للبوليمرز أعلى بكتير من ساعة شبعية لأي منتج طبيعي أو نباتي بس هي المشكلة بما إن ساعة شبعية عالية للإحتفاظ جدا فبالتالي قوة الشد وقوة التبادل السطحي بين الحبيبات البوليمر والمية أقوى بكتير من جزر النبات إنه ينتزع منها قطرة من المياه فبالتالي البوليمرز ممكن تستخدم في أغراض كثيرة إنما ليس في الزراعة حضرتك سمعتك ونت بتتكلم مع المهانسين هنا في مزرعة بتقول لهم هذه المادة معقمة ما تلاقش من فطريات من حشائش من أي ممكن أي آفاتمة موجودة في هذه المادة ليه بتأكد دايما إنها معقمة؟ أنا بركز على كيمة معقم معقم إحنا بنقول إن المخلفات جاية من زرع مش متأكدين من نقاقها ونظفتها والكلام ده كله فلازم بنحقموا للعالترافايلت علشان لبزوء حشائش تعيش ولا إنما تودع تعيش ولا أي ملوث حيوي ولا الفطريات اللي بسبب عفن الجزء شمهندس موفدي مورجان الهانس سويل النسب اللي فيه المادة العدوية واحدة ولا فيه نسب مختلفة؟ لا هي المنتج الرئيسي بتاعنا 70% مادة عدوية بس ده على سوق المصري مكلف زائد إحنا مش بنخففه علشان يبقى وسعر مناسب لا زائد إن ده معمول للأراضي اللي هي رملية بس إحنا حاليا بنفكر إن 50% يكون مناسب جداً للأراضي الرملية أو ما يقال عنا أنها رملية مثلاً في المنطقة اللي هي غرب الصحراء تعالوا بقى نقابل المهندس متولي شرخ مدير مزرعة المهندس ممدوغ غطاطي في كفر داود وهيشرح لحضراتكم التحديات اللي كانوا بيواجهوها في المزرعة وخلتهم يفكروا في استخدام مركب الهندس سويل بنحط مركب الهندس سويل في مساحات المنجة تسرح لنا بقى بدأنا ليه وكانت إيه المشاكل اللي بتواجهنا وتحركنا ليه ناحية الهندس سويل عايز أفهم كان عندنا مشاكل كتير في الأرض مشاكل حشايش، مشاكل عفان كدور الأرض رملية خفيفة ما فيهاش مادة عضوية، ما بتمسكش مية وبالتالي بتزود معنا تكاليف تشغيل محطات المية بتزود معنا كمية الأسمية المضافة بدأنا ندور على المنتجات اللي برضو في نفس الوقت بتزود معاها كمية المادة العضوية في الأرض فلما رحنا المصنع هانسويل في مدينة السادات احنا كنا عايزين نتأكد من مدى المصداقية ومدى نظافة الخام من الحشايش من أي مخلفات بلاستيكية من أي مخلفات أسلاك، حديد أي حاجات غير مطالقة للمصافات المكتوبة في البرشور أنت رح تتعين بقى وتعمل قدت ومراجعة للمكان فبعد ما تطمننا أن لماذا بصداقية العملية الإنتاجية قررنا أن احنا نبدأ نعامل هنا قطاع قطاع المانجا وبعض قطاعات البلح وبعض قطاعات العنب عندنا هنا بإجمالي مسحات قدية هيتم التعامل معاها هنخش ممكن 750 فتدان حوالي 750 فتدان محصيل مختلفة مانجا، عنب، نخيل، بلح طيب، عايزة أعرف منك حاجة الكميات اللي استخدمناها للفتدان بقى سواء لنخيل أو المانجا، قد إيه؟ أنا شوفهم هنا بيحطوا للمانجا شكارة للشجرة صح كده؟ الشجرة بتاخد شكارة ما يعادل 20 كيلو الشكارة 20 كيلو للشجرة 20 كيلو في 525 نبات في الفتدان ما يعادل 11 طن للفتدان المادة العدوية اللي موجودة في الهانس سويل احنا قولنا أنه بيوفر التسميد لحوالي 25% هل ده ممكن يخليك تغير التركيبة الغذائية التسميد بتاعك، البرنامج بتاعك؟ هنعدل من البرنامج في بعض العناصر تعديلات طفيفة ممكن نقلل من استخدام الأزوت بنسب نقلل من استخدام أي أسميدة عضوية تانية لكن هو هينفعني أن أنا نقلل استخدامات منشطة جدور قلل استخدام مبدات أعفان الجدور وانت كنت بتري وقديها عشان كده حسيت بالقلق أن فيه رمل والمواة بتتصرب منه وبيصرب مع أسميدة وبيصرب مع مغزيات الاستندر للفتدان من 8000 إلى 9000 متر مكعب في الأرض زي كده في السنة في السنة، لكن لما نوصل إلى 12000 متر مكعب ده مؤشر أن الأرض ما بتمسكشه مياه فكان لازم نخش ببعض المنتجات اللي ترفع معايا الكفاءة وتعظم مدى الاستفادة من المواد اللي أحطها للشجر دلوقتي تعالوا نقابل المهندس واقل الشريف مدير مزارع المهندس ممدوغة تاطي عشان يشرح لحضراتكم إزاي هيستخدمه مركب هانز سويل مع أشجار المنجا اللي عمرها 4 و 5 سنين عايزين نعرف منك حاجة إيه اللي بنعمله؟ الحفرة بيتم إزاي؟ الخلط ما بين الرمل وما بين أو التربة وما بين الهانز سويل بيتم إزاي؟ هل منضيف حاجة للتربة مع الهانز سويل نستغل إن إحنا حفرنا وكشفنا الجزر؟ عايز أفهم شرح عايز أفهم من حضرتك تمام بدايةً بنبدأ منشوف عمر الشجرة بتاعتي وحجمها وبنبدأ نتعامل معاها بحجم الشجرة وعمرها بيحدد لي المكان اللي موجود فيها الجدور بنبدأ نعمل حفر متر وعشرين بنبدأ بننزل المادة العضوية بتاعتنا بيتخلط مع الرمل؟ بيتخلط مع الرمل ايه بقى ليه؟ ما حطوش ليك لوحده؟ طلط الرمل بيعمل تجانس في الرمل نفسه بعمل تفريغ للحبيبات التربة بنعمل تهوية أكتر بنوزع المادة العضوية دي بتاعتي في التربة بنبدأ مننزل المادة العضوية بتاعتنا بنبدأ نردم الأرض ونبدأ ندي الطفية بتاعتنا اللي هي المياة بعد المادة العضوية أصنفنا ايه بقى هنا المنجا فرحنا كده ولنا ايه؟ إحنا دلوقتي عندنا الكيت، الكنت، الكاري، ليلي، كريمسون طبعا الأصناف المحلية موجودة برضو العويس، الهندي طيب عايز أعرف منك حاجة لما تيجي تتعامل الشجرة بالهنز سويل وتحطها في التربة وتضيف عليها الأسمية بتاعتك هل فيه أي أسارة على السمار عشان التصدير؟ لا لا ما فيش أي مشاكل لأن دي المادة الهنز سويل إحنا رحنا المصنع وشوفنا طرق التصنيع وشوفنا المواد الخام من أول ما بتدخل المصنع اللي حاد ما بتوصل للشكار يعني ما فيش متبقيات نهاية ما فيش متبقيات نهائيا فيها اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس أحمد عبد النور مدير قطاع النخيل في مزارع ممدوغة تعطي ولزيادة كفاءة النخيل أي استخدمه هنز سويل تعالوا نابله عندنا في المزرعة دي الوحدة حوالي 15 ألف نخلق ما شاء الله بجد هنتعامل عليها إزاي بمراكب الهنز سويل أول حاجة لازم تكون في الاعتباري إلا أنا أي مادة عدوية بوضيفها للتربة للنخيل بالزات لازم تكون المادة دي خالية من عفانا جدور خالية من النماتودة يكون البي اتش بتاعي مزبوط تمام يكون الـ EC اللي هي العملاح عندي مزبوطة المحتوى بتاع الكمبوست خالي من بزور الحشائش خالي من الحشرات تمام لإن أنا عندي في النخيل بالزات في أفات وحشرات بالصيب النخيل بتيجي عن طريق المادة العدوية اللي أنا بوضيفها تمام على سبيل المثال مثلا حفار العزيوخ مثلا بيجي عندي من المادة العدوية تمام لو مادة العدوية مش نظيفة أو مصدرها مش موسوخ منه تمام بيعمل معا مشاكل ويوصلني للخسائر في محصول النخيل فيه ناس تقول لك شجرة عمرها 7-8 سنين نخيل شأت راها في الأرض إيه اللي خاليني أبدأ أحفر وشيل وأعمل وحط مادة جديدة عشان إيه يعني ما يخلص عارف الطريقة لا محصول النخيل عموما شارح جدا مادة زال هانس سويل ممكن تعلي المعانا ما يقديه هي ممكن تعلي المعانا ما للتلت أو آه التلت أو الربع تقريبا التلت أو الربع انت لسه بتقوله ألان لسه ما لسه أنا لسه أنا تقرأه لسه تاخد السكة إمتى عشان تقول لي أنا وفرت 50% إن شاء الله إن شاء الله في شهر 10 إن شاء الله مركز البحوث الزراعية في مصر سجل مركب هانس سويل بعد أبحاث استمرت سنتين كاملين في أراضي رملية ومروية بنظم الري بالطنقيد وأثبت إن قدرته فائقة على الاحتفاظ بماء الري حوالي 300% ساعة شبعية وإنه بيحقق أعلى معدل إنتاج وامتصاص للعناصر الغذائية وده بينعكس على نمو النبات وإنتاجيته والسؤال إمتى مصر تستفيد من اختراع مصري عالمي بيستهدف توفير مياه الري بنسبة 50% يعني بنفس المقرارات المائية المحددة للفدان نقدر نزرع فدانين ونوفر 25% من الأسمدة ونرفع كفاءة الأراضي وما نقلقش كمان لما يتوسع المطورين العقاريين في المسطحات الخضراء اللي بتحيي مشروعاتهم في دين الحل دلوقتي دلوقتي مع حضراتكم هنقابل الأخوين سهيل ولؤي تركي أصحاب أشهر علامة تجارية مصرية بنسبة 100% في مجال المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة بنتكلم على فروع بفالو برجر 45 فرع في مصر وبيخططوا لتصدير العلامة التجارية إلى جميع الدول العربية خليكم معنا قبل ما نبدأ حكاية الجدعين دول قولوا أولا الله أكبر لأن ملهمش حل بجد سهيل ولؤي محمد تركي عمالقة صناعة الفاست فود في مصر أو مطاعم الوجبات السريعة لأنهم أصحاب العلامة التجارية الشهيرة جدا بفالو برجر اللي ليها في مصر النهاردة 45 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية و10 فروع روما بيتزا الخطيرة فعلا ومصنعين لتجهيز احتياجات الفروع ومخازن ضخمة وبيستعدوا لتصدير علامتهم التجارية المتميزة بفالو برجر لدول شمال أفريقيا والخليج العربي مش بقول لحضراتكم جدعان بمعنى الكلمة منظومة كبيرة ومعقدة ومتشعبة وملتزمة بكل ضوابط ومعايير مطاعم الفاست فود العالمية واللي حضراتكم هتزروض الوقتي هو المبنى الإداري لشركة سهيل ولؤي محمد تركي وبجد ده مش مبنى إداري عادي ده منظومة كاملة للتحكم في الفروع والمصانع والمخازن وكمان تدريب العمالة اللي عددها النهاردة يتجاوز 2500 عامل وبيخططوا لمضعفتهم مع زيادة عدد الفروع ما شاء الله بجد وخلي بالحضراتكم المبنى الإداري بيشتمل على مركز تدريب كامل للمدرين والفنيين والعمالة وغرف مرأبة لكل الفروع والمصانع والمخازن كل منتجات بافلو بيرجر الغذائية وعددها 22 ساندويتش مختلفة وفريدة في طعمها وجواها اختراعات فعلا ده بخلاف أنواع البيتزا والحلويات كمان كل سنتر كامل عشان يستقبلوا مكالمات عملاء بافلو بيرجر على مستوى الجمهورية ودور كامل لشؤون العاملين الـ HR وده طبعا بيستقبل يوميا عشرات الشباب الباحث عن فرصة حقيقة في منظومة بافلو بيرجر وكمان في دور كامل للاجتماعات ومكاتب المؤسسين لشركة سال للصناعات الغذائية صاحبة العلامات التجارية بافلو بيرجر وروما بيتزا تعالوا نقابل في البداية سهيل محمد تركي رئيس مجلس دارة شركة سال للصناعات الغذائية ومؤسس العلامة التجارية بافلو بيرجر وفرعها وروما بيتزا وفرعها وهو مسؤول عن عمليات التسويق للعلامات التجارية خليني أسمع منك بداية بافلو بيرجر كعلامة تجارية للفاست فوت في مصر أنت بتنافس شركات عالمية وأحنا بنصدك أهلا ومسهلا بيك أهلا بيك لفتونا النهاردة أهلا إحنا زينا حتى هيك قلتها عندنا الحمد لله بافلو بيرجر وعندنا قبل بافلو بيرجر في علامة تانية اسمها روما بيتزا تو جو دي اللي قادتنا البافلو بيرجر دي اللي قادتنا البافلو بيرجر ودي اللي بدأنا بها الفاست فود آه آه مجال فاست فود بدأ معنا روما بيتزا تو جو لك أنا عايزك توضح للناس إننا ملوك الأحذية الرياضية انت مفيش حد في مصر ملبس الحزاء الرياضي أميج وشوز اللي بينور تناسي ولا ايه؟ احكي لنا المدايا محمد توركي والد حضراتكم ابوه يا رحمه محمد توركي الله يرحمه بدأ كان في دمه الصناعة دمه صناعة السبورت شوز والبلاستيك شوز وكده بدأنا ستة وسبعين شوية شوية المصنع ده بقى ثلاث مصانع أكبر مصنع بينتج أحزية بلاستيكية في أفريقيا والميدل إيست وبعدين شوية شوية بدأنا نعمل بقى سبورت شوز أميجو التوركي أميجو اللي بينور اللي كسر مصر ده كلنا اللي بسنا بينور ده والظروف بقى كتير ساعتها في التصنيع ومشاكل التصنيع في مصر والأنرات بالتصدير من الخارج المهم اتطرينا نقفل موضوع التصنيع نعمل ايه؟ قولنا نبدأ نجرب الفودان بافريج بزنس ونشوف هنعمل ايه؟ بدأنا بكافيهات ومن هنا الحمد لله كان في نجاح بعد شوية من الكافيه كنا بنعمل بيتزا مميزة جدا قلنا طب تعالى ناخد البيتزا ده يلا بينا نفتح فروع البيتزا بس وهنسميها روما بيتزا توجو وتبقى فروح صغيرة فحتحنا اول فرع اللي هو في نبيل وقاد في المصر الجديدة ده وكان نجاحه عظيم جدا طيب يلا بينا البرانش اللي بعده طب ماشي المهندسين فين خدنا مكان 300 متر يعني بنقول 100 متر وركز في فروع صغيرة وتإكسباند وبسرعة وتكبر ليه 300 متر تغلطة بنعمل ايه خدنا بقى هيدن كيتشن ساعتها ما كانش اسمه كلاود كيتشن ولا احنا احنا عطلقنا احتراعنا نعملنا الهيدن كيتشن ده من سنة 2007 مصر برضو مفي الكافيهات كنا بنعمل تاستينج أو نجرب بوصفات وريسبيز لبرجر صاحبنا بيدوقوا الزباين بيدوقها حلوة لا اغير دي نزود دي لغاية ما وصلنا لريسبي للبرجر حلوة جدا فقلنا نجرب بافلو برجر برضو في الهيدن كيتشن ده بافلو بقى لقى استحسان في الكلاود كيتشن في الكلاود كيتشن ده وفتحنا هيدن كيتشن تاني في شيراتون نتست برضو الناحية التانية بسرعة بقى الكلام ده كله في شهور على طول اول فرع البيافلو برجر كان فين شيراتون من ساعتكم على ان احنا نعرف معداتنا ايه ده نصناقه لوحدة بص احنا كتن كلها طعيم وقرر ونجيب المعدة دي وتشتغل بالمناسبة سهيل محمد تركي رئيس مجلس إدارة شركة سال للصناعات الغذائية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجمعة الأمريكية ودايما كان عنده طموح وأفكار أنه لازم يبدأ مشروع ويتفرد به ويتفادى من خلاله كل التحديات اللي تسببت في انهيار مصانع والده الشهيرة جداً المتخصصة في الملابس والأحذية الرياضية أميغو التركي ومن هنا اتجه لقطاع الأغذية والمشروبات وخلي بالحضراتكم هو فاز بجائزة مؤسسة رواد الأعمال كأفضل رائد أعمال في مصر لسنة 2022 الفرانشايز أو منح الامتياز انتو النهاردة حاولي مثلاً كم فرع ملك الحضراتكم وكم فرع كعلامة تجارية منحتوها الآخرين النهاردة عندنا 20 فرع فرانشايز 20 فرع 20 فرع فرانشايز والباقي كله مملوكين والباقي company owned مملوكين للشرك الشروب منح العلامة التجارية ايه؟ الشخص اللي بيجي بقول أنا عاوز علامة تجارية أو عايز بافلو بيرجر أو حتى روما بيتزا منتبص الأول على البروفيل بتاعه ايه الباكراون بتاعته امكانياته المادية ايه؟ حيعرف يقدر البراند ده ويعرف يتعامل معاه انه هو ده محتاج منه وقته ومجهود ويبقى متابعه ولا مجرد أنا بقى انفسته بمشي وما ليش دعوة تساعدني ازاي؟ يعني حركة بتقدم لي ايه ومطلوب مني ايه؟ اولا بساعدك نختار الوكيشن فين؟ اثنين بساعدك في الدكور بتاعه طبعا لازم تشتغل او تنفذ الدكور اللي احنا اللي حطينه عشان يبقى كله نفس نفس الـ theme بنفس الـ branding كله نفس الحاجة طبعا كل الـ equipment والمعدات training والـ اللي بتوفر المعدات كمان؟ باقى بوفرها لـ يعني ولا بتقول لي اجيبها من دين عشان تبقى السبرايرز بيجيبوا لك المعدات اللي احنا شغالين بيها السبكس بتاعتنا انت بس طبعا الـ hiring بتاع الكرو والـ training بتاعه طول الوقت احنا عندنا full support مع الفرانشايزي ده يعني مش بنسيبه ابدا ده تجويد ممنوع مفيش لا طبعا ممنوع احنا علامة مصرية مية في المية ولكن عندنا قانون بقى فلو بيرجر طبعا صحي كده؟ طبعا يبقى التجويد ممنوع وده اللي دايما بيقولوا للناس اه طبعا عندنا فروع فشلت يعني فرانشايز لم يلتزم صحاته منه العلامة التجارية؟ عندنا واحد حصلت معنا يعني الكلام ده مفوش هزارة؟ احنا هنا في الادارة عندنا في تيم فوق اسمه فالكنز على مدار اليوم من الساعة 9 الصبح لارباع الفجر ثلاث شفتات بيلفوا على الفروع بالكاميرات بشيكليست بسكورس ببقية ريبورتات دي ليه؟ لكل الفروع دي انت عدين عليك في الشفت الفلانية وده السكور بتاعك وده النقط بتاعتك ولو في حاجة كريتكال الكاميرا جايباها فورا بيبلغ ان انت عندك المشكلة الفلانية يشتغل عليها بعدين عندنا حاجة اسمها التريمينج تيم ده بينزل يميكشور او يتأكد ان كل فرع ماشي تبقى للمانولز المحطوطة واللوايح المحطوطة والرسفيز ما بيخلفش وتيم تاني اسمه كواليتي بينزل يعمل اودت كواليتي على كل برضو التشغيل اللي بيحصل في الفرع ومدير منطقة ده اللي هو كل مدير منطقة عنده خمس ست فروع ده مسؤول عنهم برضو بينزل يبص ويتأكد ويميكشور مع المديرين اللي في الفروع ان آآ مفيش مشاكل. عايزين حد هون ما يعرفوش ينزل ياكل عنده ويجرب. في حاجة بقى كمان اسمها الميستري شوبر او العميل الخفي. هنصدر علامة التجارية دي بافلو بيرجر? والله الحمد لله ان شاء الله باريسون قريب جدا هيبقى فيه اخبار حلوة ان شاء الله البافلو. عايزين نشوفكو في السعودية وفي الامارات. ان شاء الله. وفي الاردن وفي الجزائر وفي المغرب. دا هو تكده معانا ان شاء الله. ايه طبعا احنا مش اعلم من اي علامة تجارية عالمية. ا تصدير. تعالوا بان قابل لؤي محمد تركي العضو المنتدب لشركة سال للصناعات الغزائية ومؤسس العلامات التجارية بافلو بيرجر وروما بيتزا. هو تخرج في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية تخصص ادارة اعمال. وهو مسؤول عن التشغيل والمشتروات والمخازن والجودة والمصانع والمطاعم وانشاء الفروع الجديدة. دينامو بجد. دا قلتلي الجملة طول عمري شغلني ان اعمل حاجة لها طعم ثابت. وده احتاج مني مجود كبير جدا في مصر. تمام. وصلت الحل المعضلة دي ازاي. انا كان داما فيه كده مقولة بالدقيقني شوية. يقولك ده براند لوكل بيبدأ كويس وبعد كده بيقع. يقولك الشيف بتاع الصباح غير بتاع الشيف بالليل. ان الكلمة دي كداما بشتغل عليها كويس قوي. انه حتى لو انت على سكيل صغار جدا ممكن تبدأ. يا حاجة بتعملها ستاندرد. وديتها تطول مكتوب وصورة وتدريب. ده يخليك توصل لمنتج سابت. يخليك ان انت حتى تقدر تجيب عمالة بخبرة اقل. تجد تشتغل عليه وتطول خبراتها واحدة واحدة. فدي كانت الكصة اللي احنا بدأنا بها الخط اللي ترسم عليه اي براند احنا عملناه. من هنا كررنا احنا نعمل مصنعنا. اللي بنصنع فيه مكونات كتيرة جدا. بنعملها احنا بالستاندرد المطلوب وبالجودة اللي احنا عايزانها. الساندوتشات والمنتجات اللي احنا بنقدمها في بافلو برجر. اكيد كل منتج ليه حكاية صح؟ وكل منتج مشوار عشان نظهره للناس. حكيه للمشوار ده بمعمل ازاي؟ امتى بنقعد نقول المنتج ده لازم يظهر؟ امتى بالتست بتاعه يجبنا فبيبدأ يظهر في المحلات بتاعتنا؟ اشرح ليك. هو الموضوع بيعدي على مراحلة كتيرة. طبعا لما كنا زمان فرع كان الموضوع سهل جدا. دلوقتي الوقت اختلف خالص لما بقينا عدد فروع. ليه؟ اولا الموضوع لاز يجب ان يمر بمراحلة مختلفة. قالوا منها المنتج. هل هيبقى تنفيذه سهل؟ هل العامل النهاردة اللي يقدر يعمله مش هيلقى الصعوبات على ما ينفزه؟ سلسلة التواريد بتاعته. متوفرة؟ متوفرة. سعرها لما هينزل هيبقى مناسب. التعبئة بتاعته هتبقى عاملة ازاي؟ شكله هيبقى بعمل ازاي؟ فدي كلها مراحل بتاخد وقت وخصوصا كل ما البراند فروعه بتكتر. يعني. كل قد ايه بتدخل ساندواتش جديد او منتج جديد. لازم يعني كل كوارتر على الاقل يبقى فيه منتج جديد طالع. انتو رواد عمال في مجال الاغذية. وعملتوا علامة تجارية ونجحتوا بها بشكل كبير جدا. والنهاردة عندوكو خمسة واربعين فرق. كرمتوا قبل كده كرواد عمال. تم الاشارة ليكو كرواد عمال في العالم. خلي بالك دموكو تكرموا عالميا. الحمدول الافقة 2200. اي 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 اي. رواد اعمال مصر. the people of now. مؤسسة ركزت على الحتة دي. خدت رواد اعمال اديتهم تكريم من صناعات مختلفة. مش بس الفودن بافلش. الحمدول الله. احنا حصلنا على الجهازة دي في 2022. عن الفاس كاجول داينينج. او. كافضل رواد اعمال في مصر. كافضل رواد اعمال عن الفئة دي. الفاس كاجول داينينج. واحنا اصلا كمان اعضاء في مؤسسة اندفر. العالمية. المؤسسة اندفر هي تدعم رواد الاعمال. مش دعم مدي. لكن كلها خدمات بتفيد. دي امريكية صح. امريكية. بتفيد الشركات النشأة. الشركات النشأة في الدول النشأة. بتديهم خدمات في اي استشارات يتطلبها رواد الاعمال. اللي قدام حضراتكم دا هو احمد فتحي. مدير الجودة والتدريب في بافلو بيرجر. هو خبير في ادارة المطاعم. وبيمتلك خبرة تمتد لحوالي 16 سنة. لانه كان بيشتغل في المملكة العربية السعودية. بمطاعم بيرجر كينج. والعليان. وماكدونالز. وكمان مطاعم كودو. اللي لها اكتر من 320 فرع. انت بتأهل ولادنا هنا عشان يشتغلوا في الفرع. الزبط. بتعلموا المسئولية. الزبط. ازاي بقى? احنا عند على عاطيكنا حاجة مهمة جدا جدا. ان احنا اهم حاجة الموظف. ازاي بمسئول. فبيعدي بحوالي سبع محطات. من ضمنها. سبع محطات. سبع محطات. سبع ستيشن. من ضمنها سلامة الغذاء. من ضمنها تجهزات. بنعلمه ازاي يعمل صلاة. احنا عايزين العميل يتراي يشوف تست البورجر نفسه. يدوق يشوف حاجة مختلفة. يشوف بورجر يحس بتعم البورجر نفسه. وهو اللي يضيف بنفسه. وهو اللي يضيف بنفسه. اللي هو زي كن مسلا كل حاجة هفيت يروي مسلا. اللي هو على مزوجه هو بيضطر يحط الكند من بتاعته. الخضار بتاعه. الصلاة نفسية صلاحيته اربع ساعات. البورجر بعد ما بيستوي عندنا تلاتين ديئة فقط وقت حفز. ما ينفعش بعد تلاتين ديئة انا اطلعه العميل. اللي هو ضمان جودة المنتج اللي خارج للعميل. البطاطس. البطاطس دين يعني مشكلة معظم المحلات في مصر عنده كنته? ع البطاطس عندنا حاجتين اه هاولوهم حاجة دلوقتي. مسلا احنا وقت الحفز بطاطس خمس ازاي بس? تطلع من القلاية? تقلت تلعت من القلاية دخلت الدم بستيشن كمينة الحفز. بيتقلقت خمس ازاي بالزبط. بعد الخمس ازاي. تتهلك بعدها? تتهلك. ما ينفعش تقل تاني. رقم اتنين اللي احنا عندنا التواب الخاصة بتاعت البطاطس دي كويسة جدا جدا. فبتدي طعم احلى البطاطس. الجودة عندكم بتبدأ من اول الخامات اللي دخل علينا صح? بالزبط. اللي بتروح الم المصانع اللي تبدأ تعمل المصنعات بتاعتنا. بالزبط. صح كده بتخصمها ازاي دي? احنا دلوقتي عندنا بروسيس مسلا الخامات كلها بتجي في في المصنع. عندنا عربيات آآ كل آآ يوم بتوزع الخامات دي لكل الفروع بتاعتنا سواءا آآ الشركة او سواءا شفرانشايزي. في درجة حرارة معينة لو هي تجميد درجة حيات تجميد. لو هي تبريد درجة حيات تبريد. لو هي دراي دراي. وبتستقبل كاستلام وتخزين في الفروع. الناس واخده برضو كاستلام وتخز ازاي هو يستلم المنتج ده. ويتسكن ازاي وهي حبث على ازاي. شفت عندكو هنا غرفة ركابة. او مركز ركابة. اه الكاميرات. او مصانع وكل حاجة. الكاميرات الكاميرات. حيلا. حيلا. عايز اعرف منك حاجة. انت انفهمه فوق الخطوات اللي لازم يلتزم بيها الشباب هنا. بالزبط. صح كده? بالزبط. عشان يقدر هو يفهم فيد الجزال او خالف. طيب. احنا قلنا في قانون بافلو برجر. بالزبط. بالزبط. بالنسبة للكاميرات عشان هو يشتغل ك فلازم بينزي الترينج معنا الاول. وكمان بيروح الفروعة. لمدة اربعة ايام. بيبص يشوف كل الاجراءات ايه الموادات كلها ايه الكلام ده كله. وبعدين بيستلم المنول بتاعنا والاس او سي اللي هو الضرب عليه. ويبقى حاطق كده زي قانون عنده والله الخطوة الواحد. لازم يطبق. بتقول كزا. بيبص على الكاميرا. طب هو ينفس الموظف. نفس. نفس حاجة مخالفة للمعايير والاس او سي او للمانول التشغيل اللي عندنا بينزي عالفرق مخالفة. عالفرق ولا عالموظ عالفرق مخالفة. ويشوف مين الموظف المسؤول وتنزي عليه. تعالوا بقى نقابل عادل زنهم. منصق اكاديمية بافلو برجر للتدريب. ودوره مهم جدا لانه بيأهل العمالة للانضمام لمنظومة بافلو برجر. وخصوصا عمالة الفروع. بيعلمهم ازاي ينتجوا في الثانية مش في الدقيقة. عجبني زوءك في التعامل مع الناس. عجبني تنصيقك لسان دوتش. انت ليك فكر. كل حاجة بتتحطي لها سبب. وفي النهاية بتطلع حاجة شكلها حلب. تمام يا فندي. الشاب ده بنستلمه ازاي وبنخرجه عشان يروح يشتغل في الفروع ازاي. احنا ورد يا فندي من الكرون الجديد اللي هو النوهير بيجي هنا بيقعد معنا في اكاديمية باركاستدريب لمدة 3 يام. التلات يام وردي اول يوم بياخد عن الشركة ككل. واليوم التاني والتالي بيبقى بينزل هنا يبدأ اشتغل عامله. لازم هنا يطلع من عندي يبقى كل حاجة عارفها مزبوط. من بداية الصاندوش ما بيتعامل لحد لما يطلع العامل. فالنهاردة لازم اهتمام يبقى مهتمة جدا بالهيجين والفوت سيفتي بالنظافة بالتعقيم بكل الحاجات اللي هي البرسيجة الاجراءات اللي هي الخاصة ببافلو بيرجر. وده عن طريق سيستم وبلان محتوى توريدي للناس اللي يهير. وده في الاخر قبل ما ينزل الفرع لازم اعمله فاينل اجزام لاستشينات كلها. الخطوة اللي بعد كده بنزل الفرع وانا برضه باعمل معاه فولو اوب انه هو اتأكد من الناس المدربين اللي موجودين في الفروع انه هو متابع معاه بشكل جيد. الساندوش الجديد او الق مهمة المعمولة بتاعت الساندوشيات ازاي بنتضرب عليها ازاي بنعلم الناس كل ساندوش على حي ده بحيث ان الطعم يبقى سابت. ده مهم جدا الطعم يبقى سابت. احنا عن طريق اول بنعمل حاجة اسمها ستاندر ستاندر حاجة اسمها اس او سي للساندوش النفس. والخطوة اللي بعد كده بنعمل حاجة اسمها فيديو. يعني كمان احنا لوقتي بنبعت للناس الساندر بتاعها في ورق. بجانب بنعمل كمان فيديو للاجراءات الخاصة او بيرتشيز الخاصة بالساندوش. المراحل المراحل الخاصة من اول ابدأ يسوي البرجر بعد كده طلع العيش بعد كده حطي الصوز بعد كده عمل تسويه لبرجر زي نفسه بعد كده حطيت كل الاجراءات في رمئة زي. الغرفة اللي حضراتكم موجودين فيها دلوقتي متخصصة في الرقابة على مدى التزام العاملين في الشركة بمنظومة ومعايير بافلو بيرجر والمخطئ اللي بترصده الكاميرات بيتحمل غرامات فورية. تعالوا نقابل اسلام عزب مدير خدمة العملاء والرقابة على الفروع في بافلو بيرجر. يعني ايه الرقابة الفروع فاهمنا. الرقابة على الفروع احنا من خلال الكاميرات والشباب دول بنقدر نبص على الكيتشن بتاعنا في المطعم. ليه? علشان احنا عندنا بروسس بنمشي عليها في بداية من الرسبة بتاعت الساندوتش اللي بتتعامل في بافلو بيرجر لخطوات التشغيل التعقيم بتاع الخضار. سان يا حدر انت هنا الكاميرا تقدر تقولك هو بيحط الخاصة الاول او بيحط البرجر الاول. اه 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 اه. تعرفت حدد الكلام ده? احنا عندنا الساندوتش بيتعمل له بيكب على الجريل او على الميك تيبل. اه اه فيه كاميرا دايما على الميك تيبل علشان اقدر اشوف حط شريح الجبنة واحدة ولا حط شريحتين جبنة حتى دي بنقدر نشوفها. اه اه دوك كله عشان نحافظ على ان احنا يبقى عندنا مستوى واحد لكل العمل اللي بيتقدم في الخدمة بتاعتهم سواء اه سرعة الوردر ان هو يخرج لهم سواء الكواليتي اه بنتابع تعقيم الخضار في كل الفروع. الساندوتش بتعمل في كم ديئة عندكم? احنا الوردر الوردر عموما. ده مهم جدا في المطعم العالمية. خمساشر ديئة. خمس خمساشر ديئة. خمساشر ديئة المفروض تستلم. يكون خالصان? يكون خالصان. الجزاءات ازاي? يعني ايه الغلطة اللي ممكن يعملها فياخد عليها جزاء? اه طيب احنا زي ما قلنا مسلا ان احنا عندنا بروسيس لازم يمشي عليها. مسلا هنتكلم عن تعقيم الخضار. ان هو مسلا لازم يعقم الطماطم من خمس لعشر دقيق. فهو لو اقل من كده فدي تعتبر مخالفة. الطماطم ما تعقمتش بشكل كويس. اه مسلا تأخير احنا عندنا بنتابع كمان السيرفس تايم اللي حقي الشباب برضو كل فرع بتخشه لازم بتاخد سامبل سايز كده من العمله واحد او اثنين او ثلاثة بنبص عليه هو دخل طلب ارداره امتى? والأردار تلع استلمه امتى? لو فيه تأخير فدي برضو تعتبر مخالفة. مواعيد فتح وقفل الفروع. النظافات بينظفوا بشكل مستمر ولا لا. التجهزات بتاعت الصبح زي ما قلنا. الكلوزنج بتاع بالليل بيعملوا فيه ايه? وبالخطوات الصح وبيستخدموا الادوات اللي احنا علينا عليها. يعني انت بشغال هنا من قبل ما الفروع تفت بالزبط كده. بالزبط كده. انا مع الفرع لحد ما بيقفل. سهيل ولؤي محمد تركي يستحقوا النجاح والانتشار بعلامتهم التجارية المصرية بنسبة 100% لانهم باختصار بيحاولوا التوجه ناحية الخمات المصرية والتعاقد مع شركات التوريد المصرية صعب تلاقي خامة اجنبية في مخزنهم الضخمة جدا حتى في المشروبات والعصائر والتوابل والبطاطس والمخبوزات كله مصري وبجد طموحهم مالوش حدود. وقريب جدا هيصدروا العلامات التجارية وخصوصا بافلو برجر.